تسلم الجيش العراقي من الجانب السوري نحو 231 عنصرا من تنظيم داعش مصادر عسكرية في الجيش ذكرت أن الميليشيات الكردية في سوريا سلمت أسرى تنظيم داعش لها في شمال القائم مضيفة أن الإرهابيين عراقيون ومطلبون للقضاء وفق المادة أربع إرهاب قالت المصادر أن هذه الدفعة هي الثانية التي يتسلمها الجيش وبذلك يصبح عدد إرهابي داعش الذين جرى تسليمهم حتى الآن أكثر من 330 عنصرا